مهم او اذا جالوا برد مناخروا رشحت او عطس على الفور بتدي له اي حاجة تزيل اللي احتقال للانف الحاجة الاهم انها تحافظ على ودنه انه ماينزلش فيها مي الحاجة الاهم بقى واللي احنا بنقودش بنا منها الاطفال انهما بيرضعوا رضاعة صناعية احيانا بيبقوا نايمين بطريقة معينة نفروض الرضاعة بيبقى الام بتشيل الطفل وتحطوا لهذا الوضع سواء كان هترضعوا من ساديها او سواء كان هترضعوا عن طريق الببرون لان اللبا ممكن يخش عن طريق فتحة قناة ستاكيوس خش يعمل التهاب يبقى دي الحاجة اللي انا الواجب توفرها علشان ما يحصلش عند طفل التهاب وخش انا انه ممكن يحصل انفجار في الطابلة ويحصل تقيح وصديد وسقب في الطابلة والاعراض اللي احنا هنتكلم عنه ربنا عافية